بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر قال تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وقال تعالى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ الآية أي إذا اغتسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر